اشتركوا في القناة في المرتبة العاشرة وفي المود يتم استبدال سي جاي بسايتما وسايتما زي ما تعرفون في الانيمي عنده قدرات خاصة وهذه القدرات الخاصة كذلك موجودة في هذا المود وبكل تأكيد عنده السوفر بانش البوكس الواحد اللي ممكن يدمر دبابات وكواكب وعوالم ويضا عنده القفز الخارقة اللي تمكنه من القفز عاليا وكذلك عنده السرعة الخارقة جدا اللي شفناها في الانيمي زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم الان في المرتبة التاسعة عندنا مود ديث نوت وفي المود هذا رح تلعب بياغامي لايت بدل سي جاي طبعا مباشرة رح تحسب انه في المود هذا ياغامي رح ياخذ اسلحة و اي كي وزي كذا لا 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 حرفيا لايت رح يستخدم الديث نوت واي شخص يجي قدامه ما يعجبه مباشرة رح يكتب اسمه في النوت وعلى طول رح يودع زي ما كلنا يعرف في المرتبة الثامنة عندنا مود اتاكون تايتنز والمود رح يعطيك شخصيات الانيمي تلعب بيهم سواء ايرن ميكاسا ارمن ليفاي في عالم جي تاي سان اندريا زي ما تشوفون وزي ما هو ظاهر لكم بالان والاجمل صراحة في هذا المود انه يعطيك عدة المناورات وانت بامكانك تستخدمها في التنقل بشكل سريع في عالم جي تاي سان اندرياس لوسانتوس سانفيرو واللاس فنتوراس المود جدا جدا ممتع خصوصا لو كنت حب اتاكون تايتن و جي تاي سان اندرياس هذا المود رح يمزج لك الاثنين مع بعض ويقدم لك شي رهيب وعدة المناورات شي جدا قوي في المرتبة السابعة عندنا مود كانيكي من توكيو وزي ما تشوفون المود جدا جدا بسيط يحول سي جاي الى كانيكي وكذلك يعطيه قوة المطلقة الكاغون كالتصميم صراحة المود جدا ممتاز لكن كاداء ليس بالمثال والحركات لك عليها شوية والانيميشن حقها ليس جيد لكن كالتصميم المود جدا رهيب وكانيكي فيه صراحة ظاهر جدا فخام في المرتبة السادسة عندنا مود دراغون بول واتوقع واضح لكم الموضوع حرفيا كل شخصيات انيمي دراغون بول موجودة البلاك السوبر ساين فيجيتا جوكو جوكو الابن وزينو وهلما جراء وبكل تأكيد بإمكانهم انهم يطلعون قدراتهم الخاصة والقوية جدا والاجمل صراحة في هذا المود ان كل عالم جيت اي سان اندرياس متغير وفيه لمسات دراغون بول واضحة جدا في المرتبة الخامسة عندنا مود العمالقة من انيمي اتاكون تايتين وهذا المود يمكنك من انك تلعب بالعمالقة سواء العملاق المهاجم حق ايرين ولا العملاق المدرع حق راينار لكن العملاق اللي المود يتمحور حوله بشكل كبير هو العملاق الضخم وسي جاي يب يتحول الى العملاق الضخم زي ما تشوفون اني مش ان العملاق الضخم صراحة ممتاز والتحول كذلك جيد لكن في شي غريب صراحة ما ادري هل هو موجود في الانيمي والمانغا لكن العملاق الضخم في هذا المود بامكانه القفز بشكل عالي جدا ثم لما يهبط يسبب انفجار الضخم لما حوله فسؤال لي متابعين المانغا والانيمي هل الحركة هذه من صفات العملاق الضخم ولا صاحب المود حطها كذا قدعنا من عنده فاكتبوا لي الاجابة في خانة التعليقات في المرتبة الرابعة عندنا مود كامادو تانجيرو من انيمي ديمون سليارا وصراحة هذا المود اعجبني كثير 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 لانه متقن بشكل جيد وفيه بكل بساطة رح تلعب بتانجيرو وتانجيرو فعلا حقيقة يقاتل الاعداء في عالم جي تي اي سان اندرياس بسيفه وحركاته زي ما هو ظاهر لكم الان وزي ما تشوفون يقدر يلوح بسيفه بشكل رهيب والانيميشن كذلك جيد واللي صدم عيشتي وخلاني احب المود كثير كثير انه تانجيرو كمان يقدر يطلق الهيناكومي كاقورا صحيح ليست بالمثالية لكن يشكر صاحب المود على انه اضاف الكاقورا في عالم جي تي اي سان اندرياس كموجمل صراحتنا المود جدا ممتاز وجيد ولو تقدروا تجربوه جربوه في المرتبة الثالثة عندنا مود مارشل دي تيتش من انيمي وان بيس الفيلين المجنون مارشل دي تيتش مستخدم الفاكهتين وصل الى عالم جي تي اي سان اندرياس وبكل ارياحية في عالم هذه اللعبة رح يقدر يستخدم فاكهة الظلام للهجوم وبكل تأكيد ايضا يقدر يستخدم فاكهة الزلزال على عالم جي تي اي سان اندرياس ويزلزلوا ويقلبوا رأسا على عقاب كذلك توقع سمعتوا انه تيتش يتكلم في عالم جي تي اي سان اندرياس مع كل حركة يسويها يقول اسم الحركة وهلوم ما جرى صراحتا تحيل صاحب المود في المرتبة الثانية عندنا مود ناروتو وهذا المود يحول عالم جي تي اي سان اندرياس الى قرية كونوها وياب تقدر تتجول فيها بناروتو وتروح هنا وتروح هناك والقرية صراحة جيدة لكن يبغى لها شغل كبير لتكون مثالية وتكون يعني على المستوى المطلوب لكن بما اننا قاعدين نتكلم على مود ناروتو يابد اننا نذكر مود اخر والمود هذا جدا جدا اسطوري وبكل بساطة يقدم لك شخصيات انمي ناروتو تلعب بها بحضور ساسكي ومادرا وكاكاشي وناروتو والبقية وفعلا في العالم يسوون حركاتهم الكاتوم وغيرها وفي المرتبة الاولى والانمي المفضل عندي بليتش وفي المود راح تلعب بكورساكي ايتشيغو وراح تقدر تقاتل بيه وبإمكانك انك تستخدم الزنبكتو حقه وبكل تأكيد تقدر تطلق البانكاي الرهيب جدا واللبس كذلك يتغير حق ايتشيغو ويصير اللبس البانكاي وسيف البانكاي كذلك المود صراحة جدا رهيب مطور بشكل ممتاز لكن ايضا يبغى له شغل لكن اللي خلاني احطه في المرتبة الاولى هو مود اخر لبليتش واعجبني كثير جدا وهو مود القائد بياكيا واطلاقه للبانكاي حقه في عالم جيتي ايسان اندرياس البانكاي جدا تاريخي ومتقن جدا وابغاكم تستمتعون يا محبين بليتش وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا توب تين انيميات توب تين مودات انيمي محششة في عالم جيتي ايسان اندرياس شاركونا اراكم في خانة التحليقات ما بين العشرة مودات اللي ذكرناها ايش اكثر واحد اعجبكم طيب كيصلنا معكم من هاية المقطع لا تحرمونا من لايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة